سبورشيك أمين جلازا وكريم بنزما الاتحاد يستقبل أبهى تصريحات فيرمينو بخصوص محمد سلاح وماني والعلاقة في ليفر بول هل يغادر من روبرت ليفندوفسكي أفسي بارسلون سانداون سالويداد آخر الأخبار قبل المباراة إياه بنهاية الدوري الإفريقي حملة إقالات بالجملة يقودها وليد سادي رئيس الاتحاد الجزائر لكرة القدمة وموقف رومان فيفغ من تمثيل الجزائر موس ممتاز لشابي إلى حد الآن إحسائيات لعب فرانكفورت زميل الياسر السخيري وكما نقول نهار جمعة تحدي الكويس بين الكابتن خالد حسني ومحمد سليتي سبورشيك مصعدين ماضي تيتها مرحبا معكم أمينغ لانزا نور في الإخراج يهب إيمان وإيفلي أفهم تيفي وما من القربي في السوشل ميديا ويحضر معايا نجما للضاحية الجنوبية خارج المدرسة الألمانية فرانس بيكمباور الكابتن خالد حسني مرحبا 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 بيكم ومرحبا أبي محمد ليه وحشة عادة شو وحشة هذا جمعة ما نفوش مع بعض يعني مثل جمش انت قد ما تعمل قد ما نعمل قد ما نحاول لنا نشعل النار لا 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 من نزمتها لكن سيد يو السيماء نوت الرلاسيو عني فامتي والليا وشيمو محمد السيماء ليش بكم متفهمين علي يا كابتن كلكم لهني حسيت روحي غير مرغوب فيه هنا جاك حسين ورحبو بيكم رحبو بيكم رحبو بيكم ليه عملت حسها هنا عملت يعرف عملت وين نخرج برا هو يقود غادي وعملوا حسها وانا نخرج برا كنت قاعد غادي ايه ايه وعملت حسها ولينا عجيب الناس لكل رفير لو ما تشمح لها ها تعود هنا ان شاء الله استفادة ونخدم معك هنا ليه أنا اخترت سبع متشويت معنا يريفيرانس في تولز ما عاد شمع منشي التقريق كابتن تنجيبو على مستوى آخر نعودنا الماتشويت تنجيبو محمد صلاح مثلا ونجيبو بعد مش نحكيو على مانيه وفيرمينو النجم منطقة الـ 18 متر يحتكر المنتوجات الفلحية يصدر الموز إلى الجزائر الموز مرحبا الموز 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 اللي اخر بناء ايه خطر ايكون ايكون هذا القميص ايكون محمد سليتي ايكون لكل الشباب وكل الراغبين في حامل قميص المنتخب وتمثيل أكبر الأندية التونسية بعد الصورة الصادمة لخاد القرب يجبنا صورة أخرى صورة أخرى من عام 2003 نجم نشوفها مع بعضنا صورة هذه محمد سليتي بعد الفوز بلقب كأس تونس مع الملعب التونسي تفارش هاوك كابتن محمد سليتي عام 2003 بعدما سجل هدف الدورة نهيئة ضد النادي لفريق تفكروا كابتن ماتش هذاك محمد المغير بلا يرحم الله يرحم جات ورحمة يوم الجمعة سيد أحمد تلاثة أنواع تلاثة أنواع الكورة تلاثة أنواع كان رياليستي الله يرحم ويناعم صاحب القلب الطيب أعطينا طرفة فيما يخص النهائي هذيك الشهير طرفة هك ولا سيد أحمد كيفش كان يتعامل معكم أنت علاقتك خاصة معه معني أولمبي بيجي الملعب التونسي كان فما جوارات مثلا تغش علينا والسلامي لكن من اللي نشي كلمنا نحنا بلجمش يكلمنا نجي فما جوار لعلنا في ذكر اسمه يعني ما يعمل حد شي هو نحنا نحنا نجيو روتار ولا نضيعه كوره ويدور يسبوه شكله جوار بلجمش ياخي جوار يعني أنا كاي بجاه ربي ولا يكلم فينا صباح يقولوا إجو بكري بجاه ربي جاو بكري مش بيسبوه شو سيداحمد رو عنده طرايف حتى في باجة حتى عنده طرايف بقدر بقدر وهو اللي كان طبعا وراء انتطارك للملعب التونسي عندي ما مستمش لسامي ما دي ما دين نحكي نحكي لطرفة نحكي لطرفة قلو قلو سيداحمد وعنده شوية صوت وخشين شوية قلو يا فلان قلو رك انتي بيش تلعب تيتولار مردونا مش مش يقولولو تلعب تيتولار اش نعطيك دي شانس شانس ليك ولا شانس لي يانطردك يانطردني رحمة المغيربي الفائز بلقب كأس تونس مع الملعب التونسي الفين وثلاثة واحدة سفر اللي ما تشوفيه واخده في رادس واخده بلاش مواخد بلاش في رادس سي مراد محجوب يدرب في الافريكا سي مراد محجوب حيو حيو سي مراد سي مراد سي مراد سي مراد سي مراد دوري النجوم دوري الأموال الطائلة الاتحاد السعودي فريق نونو سانتو المقال الذي قاله كريم بن زما حكينا عليه في أكثر من مناسبة محمد يستقبل فريق أبهى السعودي الفريق لدربه تونسي يوسف المناعي وينشط في صهوفه سعد بجير اول مباراة الاتحاد منذ قالت نونو سانتو سهزام على التوالي يا كابتن الاتحاد وكريم بن زما أخرها هزيمة في دوري أبطال أسيا ضد القوة الجوال العيرقية 2 في المقابل أبهى تنتصارات على التوالي في كل المسابقات سعد بجير انفورم كابتن بعد الإصابة زوز هداف في أخر خمسة مباريات للسعد بجير هل يقدر سعد بجير على تحقيق المفاشة ضد الاتحاد السعودي على أرضية ميدانه هو مش هو الفريق كله هو الفريق هو قائد الفريق وسعد بجير وكي مشاه من طول أسرعه موهبة موهبة نسيت وعمرة ما ننسى ودخوله ضد الأهل وسجل هدافين وجاب هو الشامبيزليك دوك معني أساسي كان وقتا معني أساسي 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 كذات أساسي وعليش نقوله اللاعبين الكبار النوادي الكبيرة في حاجة إلى اللاعبين الكبار هو اللي يجيب لك النتيجة هو اللي يخلق هالك هو اللي كذا وحاسم موش لازم طو بش نتكلمه على سعد معناها أحسن دليل على ذلك معناها يرشد في أحسن من البطولات في العالم طو ويفو دير لفيريتي فهمتني أو اللي محبوب كابتن وبقيلته في الدور السعد كل شيء كابتن دي كيب سي بسي بسي با واحد تبقى معنية شو المتخب سعد بقير جوتين مو نو بلو عربتها من العلاقة تعقبت كابتن لا تتعقبت منذ المونديل منذ تحذيرات المونديل منظنش كم مش تكون العلاقة سامحوني سيدة المستمعين المسنعات با مش نعمل شوية معناها مقارنة ولا ولاد با أخوي يا رابيو راه ولي قال في ديشان ما عندك شي فكرة وديشان اللي قال في رابيو ما عندك شي فكرة ومحبش سنة ومحبش يقبل اللي يا رابيو يكون خطر عمل الليستة تا حديش تا معناها حديش لكم خارج الليستة في فلكم ديمون ديمين ديزويت محبش وصار ما صار ورجع ديميل فان بنزيمة كيف كيف إذا لو جوا على مصلحة الفريق ومصلحة إيجا يا أخوي نبنيه من جديد وننساوك الظروف الكارثية اللي يخرج منها من الظروف يخرج منها من تربص المنتخب وتكذيب ونس كذبت عليه ونس كذا باهي إخويا إيجا نبنيه يا أخويا نصلح وقول أنت إيجا نبنيه علاقة جديدة مبنية على مبنية على الاحترام والثيقة والصدق والثيقة والصدق ومبنية على كما ما كابه بقى أنا مش نربط شوية لو تسمح بسرعة كبير بسرعة حكاية حنة بعد وبنسليمان وإلياس سعر أحنا سمعنا من شيرة واحدة الأسباب اللي كانت معناها الأسباب اللي خليها المدرب ما سدعمش أنا أتمنى أنا نسمع زادة من حنة بعد وتوقع أن فهم رواية مختلفة كبير كما سمعنا من بجير أن الرواية مختلفة باه ولا أنا هذا شو يطالب باش الإنسان ما يتهم حتى حد أتمنى أنا حنة بعد يتكلم ولياخر يتكلم ويقول بالحق باه محمد تتوقع أنه العلاقة نجم تتصلح بين الجامعة وسعد بجير بما أنه كراويا بذي مش رأينا رأي عديد النقاد وراي عديد الفنيين منهم أنت أنه المنتخب في حاجة لسعد بجير شوف توا يعني سعد بجير محتاج هو المنتخب ككل محتاج لأي جوار طالن وأي جوار ثابت في الأداء باه؟ سعد بجير تويكت أقلم على السعودية قاعد يعطي في روندمون مشاه وكما قال مشاه هو في أوج العطاء متاعه زاد قاعد يتطور قاعد يكسب خبرة أكثر طو ماحتاجه لكيب ناسيونال على النقص اللي عنا في البوست متاعه لكن كان مش تجيب أنت سعد بجير مش تخسر الانترونير لأنه التشنج والمشكلة صارت من نجمش أنا نقبلك مهما يكون هو حكي على ديشونق مع شكون لكن عمل مع ريبيري لكن عمل مع بنزيما عمل مع الناس الكلة عمل مشاكل وعملوا وما رجعوش وما رجعوش بنزيما بعد ما رجعوش بعد رجعو ومفيد وحرموا موكوب ديوماند وكذا لكن كانت عنده مواقف ذات جوارات معينة هكا ولا لا وريبيري ما رجعوش لكن سعد بجيرة وعنده مشكلة مع وديع الجري لاحنا هو قال فيه سعد بجير خرج سعد بجير الغلطة متاعو اللي هو خرج اتكلم فيه وديع الجري وتكلم فيه الانترونير خد تكذبو عليه خد نكمل هو تكلم فيه الانترونير نحنا نحكو ماش مثلان نكذبو ولا ما كذبوش اسكو يرجع ولا ما يرجعش نحنا في الحالة هذية كيفاش أنا مش نرجع القروب كيفاش مش يتقبل الموضوع كيفاش الانترونير مش يتعامل معاه ما 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 ترجعش كيفهم يلفو ما ترجع كيف يخي انتي سبيتني وان انترونير ورجعك وانو يزمي لكن لكن فنيا المنتخب فيه حاجة انتي تأكد هذا انو في حاجة لسعد بجير محتاج لأي طلان طوي الانترونير عالنقايص 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 محتاجين سعد بجير سيرتون واضح محتاجينو لكن انا مش هم ارجوعوا في الحالة هذية وشكو قالك القروب بكل احترامي ليك ولي رأيك شكو قالك القروب معناها ما يقبلوش هذا منتخبو هذية مصلحة قومية يجيب بجير واللي يعجبوا باش انا ما عبقيني تفضلوا يلقى حالة ينجموا يبنيوا علاقة ينجموا يبنيوا علاقة خطوة تأتي من المدربة انا الحل يجي في الخفاك نجي نحكي معاك ولا نقول امش نجي علنن والعالم تعمل بوليميكا ذاك الكل ونجي ننقضك ونجي اشكول ما تعركش ملونترونير وبعد نجي زمني انا نتقبلك بصدر رحب انا يا اخوية معا رجوع ولعب انتعو الاكثر والاقل نواصلوا في المشاكل نواصلوا في المشاكل مش نواصلوا في المشاكل انا نحب نحط حجب المشكلة ذاكتر خلينا نحكيوا على مشكلة اخرى كابتن كانت بين واضح بين ساديو ماني ومحمد سلاح في ليفيربول واضح انه زم لعبية مايتفهموش حتى على ارضية الميدان بعض الممكن بين زم لعبية واضح هذا في طويل مسيرة ساديو ماني ومحمد سلاح تصريحات لفيرمينو مؤخرا فيرمينو قال انه انا كنت ديما بعبارة بعبارة صريحة يقول كنت رجل مطاف كنت ديما نريد الاجواء بين سلاح وماني قال ما كانوش سحاب كل واحد يحب روحوا يعني يحكي على ارضية الميدان قالك يحكيوا مع بعضهم ما يحكيوش مع بعضهم جملة براتيك مو منعرش كان هذا عنده علاقة فيما يخص العلاقة التنفسية او الريفاليتي بين السينغال ومصر في القارة الافريقية رأيك في تصريحات ذو محمد اول حاجة انت يزمك تشوفهم المنظور شكولة تكلم اول حاجة نحنا يزمك تشوف الخطة التكتكية بتاع الباعد بيش تفهم انت شنو الموضوع اول حاجة فرمينو افونسانتر وهما يلعبوا واحد عاليمين واحد عالي سار باي وليش خاطفين الاضواء هما لزوز لانهم نفس نفس نقلوا نفس البوست واحد عاليمين وعالي سار الاكثر نسبة تهديفي هو الكونكيرانس كونكيرانس عادية رو في التيران باش انا الماركي خير والماركي انت معطيتنيش وكذا صارت راي تصير في ماتش تكون مثلا في في صحفة العسل انت وياه جي في ماتش مثلا ما تعطينيش بونتو واضح وين كنت ساعتها ايجويست مثلا حبيت الماركي معاج سييت تتوطلع بعد انا نعملك كيف ما تعملي خاطر انت مثلا ما خليتنيش انا الماركي ونخلط عليك صارت لك انت في مسيرتك؟ اي صارت اتبارش حال برشق سير تسير 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 تصير تصير اي سير ليه ليه يعني سير تسير ما بين الجوارات بسير لكن شنو البرة البرة عادييني يعني لمحكيوش مع بعضهم جملة ليه ليه هو بلغ شوي انا في كل بعد بونتو هاني شوفهم انقوا في بعض كل هذي ماركي ولا هذي ماركي عنقوا في بعض ديما تسير في نتاق الكورة منزيش انكبروها صلاح قيمة ثابتة ومنازد كيف كيف قيمة ثابتة الزوز كانوا هزين ليفر بول دي ملكون كيروس والزوز كانوا مسلطين عليهم الأضواء ذيك هي ممكن تا كابت رأيك في الكونفلي هذا ممكن والعلاقة المتوترة بين ساجو ماني ومحمد صلاح دي مش جديدة سي با سكري دي بولي سي تنسكري دي بولي لكن الخرج للعلاقة لا 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 ناس كل تعرف ناس كل تعرف هاتي العلاقة اللي فما الاناء المضخمة نتاع دي ليس يقول يقول تاع محمد صلاح وميسي نرمان دي فيديتو كل واحد فما الانانية وفما كل واحد هو اللي يحب يبرز ميسي نرمان معناها سيد بونغير وكي تبدأ عندك زوز ملاعبية كي في جمعية وواقع وهل وهالتنافسة ذي الرياضي أو كي ما تحب تخميه عطاها انتيجة ليفر بول اللي ليفر بول تقلقت معناها كل واحد حب يعمل خير من الاخر ميسي بياك اكتر ولا قلبة ما جابس حاجة جديدة فرمينو بالاخر ابقاء صلاح طول انتي سوف مبابي اخي مبابي يحمل ميسي ونيمار نا هاك خليها هاك هو اللي يخرجه بدول اللي هو مع ميسي علقته ما هيش خايبه لك مع نيمار علقتها سيئة جدا ومعا فيراتي طو ما رخ رقالي فو بيا مانجي منها شي دورمير على فيراتي نا اك هو هو كابتن مخلين مشعل هو فيما يخص السهرات الليلية في بريس يقع ذي في اعلى مستوى مع النوجوم اعلى مستوى كل واحد يحب روحه هو الأول ويدا ويدا نرمان ولا كريستان رونالد ومعا نفس الشي وعنده الحق حبيقي هو الأول به نكملوا في الكورية الأوروبية كابتن ليفاندوفسكي أخبار تفيد أنه برسلوني ينوي التخلص من ليفاندوفسكي اللي في الفترة الأخيرة لم يعرف طريق الشباك ولا يشوه معناها مقارنة بالعام الفارط وسجلت سسعة وثلاثين هدف وعمل ثمانية أسيس والعب سبعة وربعين مبارات جيت وتشوفه المقارنة تاعه ليس لأي علاقة بالتألق انتاعه تاع الموسم الماضي تصور انتي عنده ستة جماعات وانتسجل حتى هدف والي زاد في التين بلا اللي هو المستوى والمردود اللي قد مدد شخطها فهمتي ولا لعب تسعين دقيقة وخسرت برسلوني لعب تسعين دقيقة معناها ولا قالك بالرغم اللي إبولي بارة فينها وتوريس معناها مزوز من عبية كبار بإبول الماما صحيح يوكم بتاتر عمل العامة ذاكتها والعامة ذاكتها فترة فراغ كبيرة ولكن فما الأحاديث تتكلم اللي فما لمالاس وفما السعودية السعودية تنادي كل نجوم فما السعودية ولا حتى وحتى المالاسي حتى ما اللي عايتلو ميسي فانت محمد منهار 23 سبتمبر ليفندوسكي لم يسجل اليوم 10 نوفمبر قريب يغلق الشهرين مهاجم في قيمة ليفندوسكي ستة مباريات على التوالي لا يسجل كيفاش يكون ممكن الليتام تاعو خاصة على المستوى الذهن شوف اي صحيح او اي جوار نحل نحكيو كغروسومودور اي جوار يمر بفترة فراغ ما حكينا هذي المرفة ليفندوسكي سحيح ما مركيش لكن البرسة قاعدة قاعدة في مردود وقاعدة تربح وقاعدة وهو قاعد يلعب تتيولار يعني المشكلة ما فهمه هو ش مثلا متهديف ولا مشكلة مع الجامعية ولا كذا لكن الصحف اتناقلت كيما كنت تذكر الصحف اتناقلت اللي السعودية قدمت عرض وعرض ضخم وحتى الصحف السعودية والصحف الاسبانية والالمانية تناقلت الحدث اللي انه سعودية قدمت عرض خيالي لكن ليفندوسكي بعد خرج وصرح وقال اللي انا راني قبل ما نخرج من البايارن كنت راني حتى جاتني عروض كنت نلعب باحترافية حبيت نخرج لكن نلعب كمحترف حاليا راني مشيت للبرصة قاعد مرتاح وعيلتي حبة اسبانيا وقاعد انا مرتاح مع جمعيتي وقاعد توقع انه يغادر توقع انه يمشي للسعودية لا ما نظنش وقال انا ما نش مش نغادر وما نش نخمم في المغادرة حاليا وقاعد انا لكن الفلوس نش تبدلو رايو محمد رايو مباشا فلوس اذو ما نحكيو عليه يمكن كيكون في جمعي اخر اما في البرصة وهو في اوج العطاعم تاعو ما نظنش هي المشكل مع الاحباء مع الاسوسيوس في الاخر الاسوسيوس يعطيو دي نوت بولي جوة ماخذ نوت خايب اكيد اخذي اخي بنات هي دو فرقل كتر فانف معني مشواري يلا فاصل ورجعين مش نحكيو على ايابة دور نهائي من الدوري الافريقي لكورة القدم بين سانداوس والويدات البيضاوي فاصل ورجعين مش نحكيو على ايابة الدوري النهائي من الاي اف اي للدور الافريقي لكورة القدم مباراة ذهاب من هذا الحد اللي فات انتهت اثنين واحد للويدات البيضاوي مباراة الاياب تتلعب من هذا الحد ماضي الساعتين بتوقيت تونس به غياب جبران بالنسبة للويدات اه جبران المتوجد مع المنتخب المغربي بما انه لا لا ليس بامكانها نلعب بسبب الانذارات لاحتيمي محمد مزال لاحتيمي محل شك هل سيكون حاضر في تشكيلة عاد الرمزي ام لا مزال القرار لم يحسم ولم يتخذ توقيت المباراة ماضي ساعتين هنا تاثيل سخانة من هذا الحد في بريتوريا في جنوب فريقيا بون دون احكيه على الظروف هذه اقبل لكن كابتن الغيابات غياب جبران لاحتيمي محل شك ممكن يشارك ممكن لا لم يتم تخذ القرار الى حد الان من مدى تأثير هذه الغيابات على فريق الويدات البيضاوي خاصة جبران كابتن ليظهر لي انا حسب تقييمي المتواضع افضل لاعب في الويدات في اخر مواسط وخاصة المركز في وسط الميدان تعزوز فرق معناها اذا مش يغيب جبران اوكي معناها مش يغيب اما الاحتيمي يزيدي غيب تولي بالنسبة لي انا تولي مشكل واشكال بالنسبة للويدات اللهم اذا المدرب عنده عنده البديل دا كوردو ينجم يجي البديل ولكن ليس بقيمة جبران اكيه صحيح ليس بنفس المردود او بنفس المعناها فما اكيليبر تكون في الويدات كي يخرج منه اين ودوز اليمان يحتمل والله اعلم ويحتمل ان هذا الشي يقوله الكليبر التوازن التوازن يختل فهمتي ولاي ولا تقول لي انتي مش يلعبه ماضي ساعتين وكذا كل واحد يختار كل واحد يختار التوقيت المصعتين كابتن ثين وثلاثين سخانة بريتوريا سنداونس ديما تلعب في القيلة حتى ما تشل الاهلي كيف كيف ايه لعبت في السخانة عا السنة في في ميه عملوا ثين اثنين هكا ولاي سعي عملوا ثين اثنين معنية شو التبرير تعمل السخانة والميدات مش هل عادっちゃنا من يمر سارحك عام الفاصل فى النتيجة النهائية على الأدوى داخلها الرابحة آواي داخلها رابحة فهمتــي الطق�ين باش يفوزوا بـ الكأس فهمت أما ثين بواحد وضربات ترجيح الحالة الوحيدة في ضربات ترجيح يثين بواحد وإلا بشي قولك معناها فما حساس إضافية كابتن في النهاية حساس إضافية ليس مثل دور ربع نهاية معناها تنفى حتى في الحساس الإضافية ثين بواحد فما ضربات ترجيح ولكن أرجع وأقول أن معناها نهاي كبير ما بيزو جمعية كبار ورّونا وجه كبير يسر في النهاية الأولى ذا ينهاي الثاني ولكن بقي يقول بلي سانداوس واختم ميو اندفون ميو انتاك ميو اندفون ميو انتاك سيمو حام الغيابات ومما تأثيرها على الويداد البيضاوي الويداد اللي كيما قال كابتن مهم جدا أسبقية الذهاب ثين واحد لأنه الويداد كان النجم يخرج متعادل واحد واحد بكل يعني سهولة وكل واقعية من فريق سانداوس اللي الحقيقة أبدع في الذهاب وكانوا تفاصيل صغيرة خلاول الفريق الجنوب إفريقي لا يحقق قطاعك لا أول حاجة ما هيش سانداوس كانت مسيطرة لأنه سانداوس خذات المباراة من الويداد في وقت ما لكن اللي يحسب للويداد اللي هو عنده أنترونير قادر على تصحيح الأمور وتصحيح الأوضاع وأنت هكريت أنه عاد الرمزي يصلح الأمور في وسلم أجرحها كيف ما كانت بيه؟ لولا أنت الهوني اللي هو ضيع الطمأنينة الفرص كان تعطي الطمأنينة في الذهاب للويداد ضيع الطمأنينة خلاه ديما حاليا في موقف في موقف انتع شك لأنه سانداوس مش من نوع اللي في بلاده مشي بشي فلت في المباراة مشي فلت في النتيجة وفلت في التتويج لأنه تو حاليا أكثر تركيز من اللي صار له عمناه في شمشانزليك يعني في الحالة هذية وعلى غيابات ما يودغوا المرء من الجحر مرتين هكا نعم ما يودغوا المرء من الجحر مرتين لكن ليه طوين كتحكي على الكاليتات جوارة بتاع الويداد حاليا مع يمكن فما زوز فما زوز ملاعبية بوتاتر يرجعوا في السانداوس يعني يروا الموازين القوات تبدل مع وسطها الميدان اللي هو كان نقطة قوة الويداد اللي هو كان الممول الأساسي للأطراف اللي هي نقطة قوة الويداد حاليا خاصة من جهة اليسر يمكن حالي صحيح لكن فما نقطة ضعف اللي كيفاش بشتعامل معها الويداد كان يتنجم يحسن التعامل معها اللي هي اللي هي الضعف الدفاع متاع سانداوس خسرته في الكرة اللي في الظهر كان يعرف يستغل الموقف ذاك نقول لك كان الويداد نجم يخرج بنتيجة إيجابية لكن حسب ما نشوف الغيابات اللي نقول ديما ما هوش في الكاليتي اللي زوزهم البحري الشاركي وسامبو ما تنجمش ما تنجمش لا ما تفضلت شكو نحس هو البحري هو قاعد يلعب تيتولير هو كاستاسيون لكن اللي هو مطلوب حتى في استاسيون ما هوش بك القوة الكبيرة النجاعة الكبيرة نشوف اللي سانداوز يمكن أسباقية على الويداد نحن نتمنى والويداد تريب نتمنى والويداد تروح بالتيتر لكن نظن ما كل ما يتمنى والمرو يدرك هل الويداد قادر التسجيل نعم أبل ما يجاوبني كابتن في هاتي الحالة سلفيانا كابتن مجاوبني في هاتي الحالة عليها بان ستين فينال وانتي ولكور دوري جلتال كور دي ماتش بشوفوا خطر الماتش فترات فترات سوتي بريود عندي وعندوك أكيد كابتن أن الفترة الأولى خانت فعلة معك كابتن في اللي قلت عليه انتي فترة الفترة الأولى أكيد بش نشهد وممكن نزول سندانس بكل ثقاله ممكن إلى مناطق الويداد والويداد بشنقم مساحات كوالي كابتن شو على الأطراف الخطر فيما حاجة اللي الإنسان ميفكرش فيها ميفكرش فيها مية في المئة اللي هي يقول لك الضغط العالي خطر ثينة وثلاثين دقريق قد يقول ثينة وثلاثين سخانة ثينة وثلاثين زيدهم الرتوبة الرتوبة معناه متنجمش يتعمل معناها 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 كل مرة كيفاش معناها وشكو قال لك أنت الويداد ما تبدأش باش تبغط الدنيا تبدأ هكالخمسة عشر تقايق تبدأها القدام معناها سيناريو غير متوقعين من شيرة الويداد ولكن من شيرة الأخرى معروفة وش قال هو الرئيس مش الرئيس الفلسفة الجمعية بكلها والنادي وكذا قال لك يا والدي احنا نصن فير دو نوتر جو أوفنسيف رأوا المدر بليجي حب يعمل ثقاف ثقاف دونك مش نشوفوا من الأول جدا كيف كيف فهمت ولا سانداوز معناها منطلق من الأمام ولكن مخلي مساحة أربعين متر وبين وبين وكما قلت أنا فهمت نقاط ضعف خاصة في مع الحارس اللي ريتو ضعيف في المباراة الأخرى والله أعلم في المباراة لكن في مباراة الأهلي كان رجل للمقابل أنا وقت قلت عن الحارس ضعف هو أنا معناها على المباراة صارت في مباراة الزهد أحسن أحسن حارس وفهمت جدا وكان يجي الحارس في المغرب في فورما كبيرة موطيع يوسف الموطيع به محمد دور ممكن النصف النهائي الموسم الفارض في ونحن كانت تؤهل وترشح حتى للفوز باللقب لكن بسند هذا يكون ممكن تحفيز لفريق من أجل ممكن منحبش نقول كلمة انتقام ريفانش ريفانش على المستوى الرياضي أخذ بالثقر أول حاجة هو ريفانش لأنك تشوف سندانز يعني فتحة لبواب متاع الجماهير يعني مجاني لحضور الجماهيري مجاني لكن بشتلبس القميس كما نقول ونحن يعني عاملين قيمة وعملين احتياطهم وعملين كما نقول ونحن حاضرين الجميع ما أنا قلت لك أنا فريق قوي برشا سيرتو ملاعبية تنجم تخرج تحت الضغط ملاعبية تكنيك مقوي عندهم الثقة في الاستلام وتسليم اختبار أنا أقول اختبار صعيب للوداد يعني اللي حب يتنافس واللي يزم يكون القدرة عنده سيرتو على المواجهات الفرضية ومواجرات الريتم اللي هو كما قلت سخانة ورطوبة يمكن هذا يكون العايق الكبير نقول ونحن مباراة صعيبة حتى بتوقيت ما ساعتين بتوقيت في القائلة في عز القائلة مالي ساعتين في جنوب فريقة في بريتوريا كابتن مواجهة بين رولاني موكوينة وعد الرمزي موكوينة 36 سنة عد الرمزي 46 سنة فريقة الويداد فاز بأربع مباريات من خمسة كابتن سانداؤنس فاز بزوز مباريات من خمسة الأرقام هذه كل عرفوا بعضهم الزوس كما وقتها تكلمت على تاراقتها بتقول شافها الويداد وشافها في المباراة خير ما يشوفها في فيديو وكذا شافوا بعضهم ولكن لأخر يكون مش ألعب بثوابت نتاعوا معنا ما عندوش غيابات هذي المشكل بالنسبة أنا منحبش عندو مهيز مغايب من قبل ما تبدأ الموسيب منحبش نحبش نحبش نحبت المباراة انشخصها كل شي معنا معنا انتي تلعب ذات فريقة منك شمش تعمل وتعرف انتي منين نقاط القوة وانتي ما تنجمش نقاط القوة دي انت حتتوقف شمش تعمل تعمل حد شي خطر كله سيتونا فاردو جواري كذا بعليك سول تارا فهمتي دي جران كلوب دي جران كلوب دي ما المدرب دوروا محدود حب تقول انتي والكورة فساقين بلاعبات دور المدرب مقتاش في التحفيز ولكن دور المدرب على البنك ما هو دور البنك هو يزمو يعرف شكون يدخل وشكون يخرج ما يغلط شي فيليش عجمة المدرب البي هو ما يغلط فيش عجمة والله كابتن نقرف انا كدوعت على جوزي مورينو وقت يراني في انتر بشيخرج باندايف غوران باندايف بشيخرج وقبل الماتش ادي سيسي باندايف مشي للمورينو قالوا نحب جمعة راحة نحب نمشي أنا وعيلتي لدبي قالوا ليه مورينو في وسط الماتش هو بشي خارج و بشي دخل شنايدر وقت شنايدر على البنك جيت كوفران قريبة كابتن من الانطقة الـ 18 متر سيّيه هو خارج وخذي القرار هو خارج قالوا اقعد اقعد قالوا ايجا قالوا ما زلت حب عليك الجمعة في دبي قالوا ايجا قالوا تمركي الكوفران هذي انا كنتش نخرج قالوا تمركي الكوفران تيخذك اجمع مركيها باندي قالك السيناريو ريتو سيناريو قبل مليجات الكوفران ريتو انا السيناريو ادية صارت حكاها مورينو في برسلون يا رب ان شاء الله ما كونش غالت كريف جو كروار ما متأثر هو مع ستركوف ولا مع مليعبي ومجور بريزيليان يحب يمشي لبرزيل رو ماريو رو ماريو قالوا تمركي دوبلي دوبلي مركض دوبلي في الميتو خذلي التيارة ساتقلوا متمشية يا رو ماريو بالضبط ساتقلوا ماريو مع كريف ومورينو خدم مع ما شاسمو مع فنجال خدم مع فنجال في افسي برسلون وقت رونالدو يلعب في برسلون ما خدم مع سيسمو روبصون ساحية سيصون متر روبصون خدم مع فنجال خدم مع فنجال كان في الستاف لا خدم مع فنجال متأكدا متأكدا بهتوقعات كني مباراة الويدادو سندان. توقعها تاي. يلا برونوستيك برونوستيك. عطيني سكور كب. مانا سعيب عمري. عمري من توقع. عطيني كب. عطيني. يخشوه انا باقي عندي مبدأ. واللي يحبي يفهم. مالي يحب مع مبدأنا كورة غير متوقعة. متعرشوا مشيسي. مالي يعطيني كب. خذ بخاطر. مانا جمشي. يعني ان المباراة ستكون معلومة. شوف امين دواندو حكيت على دوز انترنور. وعطيني نشوف يمكن هذا رأي شخصي. دي مالانترنور بتاع صندوق يتعامل مع طريقة اللعب ككل ملابية متاعه. فريق متاعه. لكن رمزي يتعامل مع الامكانيات الفردية متاع جوارته. لانه ينقص لانه عنده كاليتين معينة في الدي بوست معينة. اندي هذك يزم يتعامل مهم لاني قد قوة واضحين. الباقي انتي كتشوف منظومة كاملة منظومة جماعية يتعامل معها. بابلوس لكن نشوف حاليا اللي تنجم سانداوس تنجم تربح ثنين بلاش فاصيل. هذي توقعتك. اتنين سفر لي سانداوس. عطيني كابتن برونستيك. عطيني بشي اخو خاطر كامل. اول مالك. ايه يحتمل كما المباراة تعالى ليه تعامل. ثنين واحد لشكون. ليه تعاملناه والقالب. ثنين اتنين. يحتمل. اه يحتمل. يحتمل. الله واعلم. ديما الله واعلم. انا الويداد بالنسبة ليانا في طريقة اللعب انتع سانداوس. بورتي فرلافان. شي خليو بيتر. ما يلزم الويداد تستغل كل كورة. تستغل كل كورة. وقت تولي اشكال بالنسبة لسانداوس. به تاريخ المواجهات بين الويداد والسانداوس. لم يسبق لزوز في رقصة عنو تواجهو في مباراة نهائية. اه لاعبوا 12 مباراة. نوبداد فيز في اربع. أثنداوس ثلاثة. التعدد خمسة مباراة. كل مباراة كانت في ال类ال الافريقية. اةا الويداد اقصى سانداوس اربع مرات. سانداوس عمره ما اقصى اة الويداد. وسانداوس عمره مربح الويداد في المغرب. في ملعبه. ولم يسمق للويداد الفوز على سانداوس في جنوب افريق. الويداد سجل ثمانة اهداف. وسانداوس سجلوا سبعة اهداف. يعني الأرقام متقاربة لأنه أنا علش نقول لك مثلا رمزي قام تصحيح الأمور لأنه وقت لمركات الويدات جمعية كلها واخرة حبت يعني ديما في عقليتهم في عقليت الملعبية حبوا يحافظوا على النتيج على هذا كأنا في سانداوس سيقوب لجي مش يحافظ على نتيجة لأنه عقليته يزم يدخل لونترنور في الحالة ذي لكن الآليات ما عندوش مينس فر لسانداوس محام سليتي كابتن قال ثنين ثنين نتيجة التعادل والتتوير خلينا من جنوب أفريقيا ومن المغرب نمشي إلى الجزائر الفاف وأخبار رئيس الاتحاد جزائر يكور قدم وليد سادي وليد سادي منذ تولي منصب رئيس الاتحاد جزائر يكور قدم نهار 21 سبتمبر 2023 تقريبا شهر ونصف منذ تولي وليد سادي مهام رئيس الفاف شا عمل وليد سادي حملت إيقالات بالجملة أقال رئيس الرابط المحترفة لكور قدم عبد الكريم مدوار الأمين العام للفاف مونير دبيشي المدير الفني الوطني مصطفى بسكري ومساعده زهير جلون رئيس رابط الهوات لكور قدم علي مالك وكانت عنده تسريحات البرح في وسائل العلامة الجزائرية ورئيس رابطة عناب الجهوية لكور قدم عمار بهلوا إقالات بالجملة ستة إقالات أو أكثر من وليد سادي تجاه مسؤولين في الكورة الجزائرية يقالوا محمد أنه وليد سادي يحظى بدعم كبير من السلطة في الجزائر شوف أمين يوصحيها والحاجة يكون في علمك أنه أول ما استلم صادي الرئاسة الفاف وقع استقباله من طرف تبو وهذه في حد ذاتها سابقة في تاريخ الاتحاد ككل في تاريخ الجزائر ككل أول مرة رئيس دولة يستقبل رئيس الاتحاد هذه شنو ما ينوانها نحن رسالة من الدولة اللي صادي راو معين من طرفنا أحنا يعني رسالة يعني راو صادي عنده الظو الأخضر كارت بلانش منفوق لا الظو الأخضر منفوق رسالة يشكون للمسؤولين وخاصة أصحاب المشاكل اللي عانى منهم صادي واللي هي طوي كسبب المشاكل الكبرى اللي هي رؤساء النوادي اللي هم قاعدين يعملوا يقولوا احنا حطوا في العصار العجلة لصادي صادي كان لهم بالمرصاد قالهم رسالة باش تفضوا مشاكلكم قبل راو الحساب جاي فضوا مشاكلكم عندكم برشا مشاكل راو كل واحد باش نحاسبوه راني تابع الدولة وشوف حسب اللي سمعتنا عين عضوا معاه يعني عنده خلفية عسكرية يعني باش يكون كل شي واضح للناس الكل وراو أنا جاي بقبضة قال جاي قبضة بتطهير كل جزائر وهذا والله هو هو اللي لازم لاجسياسة الفرض الواحد اللي يحكم هذي اللي يلزم ما يمشي في إيما يلزم قرارات قرارات صحيحة هوا القرارات صحيحة لكن هوا هما أصحاب يعني المسؤولين اللي صاهرين على الكورة هما القاعدين يعملوا في المشاكل وون بلوش صار توبيخ من الفيفا من علش الإقالات سبب الإقالات لأنه جاء توبيخ من الفيفا لأنه شي اسمه مالك علي مالك رئيس رابط الهوات هو اللي يعطى ترخيص وقته يعطى ترخيص من غير في الجمعيات تشجيل اللاعبين في المينص الجمعيات ممنوعين من الانتداب كابتن نرايك في حاملة الاعتقالات في تونس الاعتقالات في الجزائر اللي يقودها وليد سادي رئيس الفاف كابتن واللي تحظى بدعم مثلا محمد سليتي قال لتطهير الكورة جزائرية هذا تطهير الكورة جزائرية ولكن هو تقولي سياسي وليس سياسي ومنتخبه ليس معين منتخب من النوادي لكن عنده سوتيان من حيث عنده سوتيان كاف. الواضح ان تصورت مع رئيس عندك سوتيان السوتيان غدوة تقصر ترخيص تسيلك مشاكل شو مقداش من رئيسي حتى جزائر بخلافر وراء ومناخرين مقعدوا ش بارش لأسباب معني عدارية نجح في الانتخابات ولا اي مالكة مش يعمل منتخب بنسبة لي أنا منتخب معناها النوادي معناها عطاوة الواحد بشي يتصرف كما مش يريد ولا كما يتصور ليه النهوض بالكورة الجزائرية خاطب أخت نتكلم على الكورة الجزائرية نحيو المنتخب في شيرا والكورة الجزائرية في شيرا البطولة والدنيا والملاعة والهوات صرتوه كورة الهوات كابتن الهي أساس كورة خدم كورة الهوات في الدنيا كل حتى فعلا نحن ومشيت كورة الهوات فهمت يا لورك البرة هي لباس في فرنسا مثلا هي الأساس فما ملاعة فما قوانين جديدة فما 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 يلزمها دم جديد ويزم فريق انتاعه اللي يتماشى اللي بشي معناها مشي يمشي يطبق السياسة انت على الرئيس الجديد انت موافق شو انا موافق هذه لجراند لسيف لازم منح احنا عنا في تونس اخوان الجزائري وقلوا غسالة نوادر جيها كل مطرة ديك ما جاتش تاور عمان استنى ان شاء الله جي شاء الله في قدم الايام ان شاء الله شاء الله جي تخسل ديني ان تخسل كل هو عنده تصور للنهوض وتطور كورة جزائرية باش يحطها معنا في مستوى كبير وكبير يسر على المستوى الافريقي والعربي والعالمي هذا مثلا حوكمة جديدة النوفيل جوفرنانس يزمها وجوه جديدة تتماشى وتستجيب الى مقتضيات المرحلة مقتضيات العصر لكن كابتن لكن كابتن مثلا البرح علي مالك قال ساد يسير الاتحادية بطريقة عشوائية ويحكم تحكيمه معهم ذيك قال لانه تمت اقالته اذا شنو قال مثلا علي مالك رئيس رابطة الهوات رئيس رابطة الهواتلي اقاله يحاجب نفسه وذيه يشون يعمل والقرار تمت يخاذه البرح في اجتمال قال قال هناك فما اطراف داخلية تحاول تشويه صورة للجزائر وقال وباش نضرب بيد من حديد لكل هذه المحاولات ولا واضح انه قاعد يضرب بيد من حديد وحمد اقالير بالجملة كابتن فيرس الشيبي البرح سجل هدف فريق انترخت فرانكفورت الوحيد في دوري المؤتمرة ضد الجيكا الفنلندي واسيست كان من الياسس سخيري ثلاثي عرب مرموش شيبي وسخيري يقود فرانكفورت ثلاثي لحقيقة شوفنا اللقطة وقتها يقرأوا في الفاتحة بعد دقيقة الصمت في البوندس ليجا فلسطين ايه يقرأوا في الفاتحة وقتها ترحمن على ذحايا فلسطين ذحايا فلسطين الثلاثي هذا كابتن نشوفه في انتنت بناتهم معنى السخيري يعطى لسيست الشيبي وشيبي قدم في موسم ممتاز ايه يرابوا بعضا معنى اليوم يخوى السيست مع السخيري وقدوا يخوى السيست مع الوحيد مرموش مثلا غدوة هو فهمتي واللي فارس الشيبي يعطي عزيزي دوسويت معنى سيلا فيدان جروب سيلا فيدان جمعية فهمتي للا رلاشيون الجوور دون الجو ماعني ناش هذا مناح من اخره بو عمرو عشرين سنوات واركال العليا وبدأ في رقم معنى في رقمات جي من تولوز هو ايه بامشاء التولوز ورباح الكاس كاس فرنسا عمناول وديتي معنى إلو إلو بيبيت ان ليغ اون سيزان 22 23 بيبيت بيبيت لعب ناشا مستقبل وعت حجة لعب ناشا ما ليش ما ليش مستقبل وعت حجة معنى ما ليش ما ما مستعملوش برشا كنت لايت لعب ليش لاعب واعدي سمحون لي نريش ما انا جي في اراني جي في المالجام سمحو بيبيت بو ما ليش حاصيل يا لأ محمد سرعة خطر عمد الكويزك. هي هو شوف الشيبي فارس التغريدة أنا 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 نقول ما قلت التغريدة كي للجمعيته هو على حساب الرسمي بتاعها قالت موهبة كبيرة ماهر وفي قمة مستوه. عالين هذه تتغنى به يعني ما نظنش كان مش يكون يعني. بي مش يكون عنده دور هاي ما كيد في منتخب الجزائر في قدم المواعيد خاصة كأس افريقيا للأمام لاعب آخر. تحكي عليه في الجزائر تحكي عليه في وسائل عليهم حتى الفرنسية هو غومان فافغ اللاعب اللي من اليوم مشاهل بورموث ب 15 مليون وروق يعارل لوريون اللاعب واعت تقال انه ممكن يمثل جزائر لكن اللاعب قال في تصريح قال انه يحلم بالمنتخب الفرنسي ملف للمتابعة بالنسبة لللاعب هذا في انتظار قائمة جميل بالماضي ممكن في قدم المواعيد يكون حاضر في قائمة جميل بالماضي. يلا بعد شوية عن الكويز محمد سليتي يتحدى الكابتن خالد حسني من اجل الفوز بلقب بطل الكويز فاصل ورجعين. هذا وقت الكويز. الهواثف المحمولة الهواثف الذكية يا كابتن من فضلك كابتن لا 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 قاعدة كابتن لا 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 انا عادي بعثوا لي فرح واحدا بلو. غذا انه نجمه نحيو التأليفون كابتن لانه القانون يمنع استعمال الهاتف فى الجوال. قول الرئيسف تبئا بلو. علايشك شاب Bartim この قانون نرى ف هذه قانون النار لا احضر فوق القانون يا كابتن. لم انتهي تأليفونا على القانون نحي التأليفون من الفضلك يا كابتن من الفضلك التأليفون لا تستعملوهاش وما نشوفوش المساجات اقلب التاليفون كابتن؟ يازي ليه ليه كابتن مش تربح اليوم مانتي تابع ما يقول ناس سرق كابتن لكن ذاك القانون طبطناش تسوق فلاش بيرمينتي كابتن هاوس رق كابتن هاوس رق كابتن هاوس رق كابتن هو الماريفيت كل واحد ياولدي هو هاوس رقش مش تربح اليوم كابتن فلوس كابتن الفروب مزيفة مزيفة تعدون ناروما كابتن شتربح كابتن فلوس في تصوير تسليتي كما عملوا دوناروما الميكرويت الميكرويت المخرجة بنبرة حادة كابتن قتل الميكرويت تمان معنا شوف هنا توا المخرجة توبخ وني على خاطرتهم لا تحكيوا يلا السؤال الاول قواعد الكويز اذا جاوبت اجابة خاطئة ما عندك الحق تجاوب الا ما منافسك يجاوب مرة اخر السؤال الاول لعبت مع رونالدو البرازيلي لعبت مع اندري تشيفشينكو جي جي اوكوشا افضل انتيجة لي في كأس افريقيا للأمم هي المركز الثاني عام 2000 كان غانا ونيجيريا لفاسبير الكامرون في 2004 في تونس ما شاركتش للإصابة فست بالالعاب الأولمبية 96 اجابة خاطئة اطلانتا 96 مع منتخب ببلادي نيجيريا واضح نيجيريا شنو تقولي مكش مركز لعب فيو سير انتر ميلانو و ميلان لعبت مارتين كأس العالم مع نيجيريا 98 2002 تقال انو انا مدلس عمري لكني انكرت الادعاءات هذي انو مدافع معروف بقصة شعر فريدة من نوع سالو ما عدتش حاق جيوب أنا طريب ويست، طريب ويست تصريحات مريفة كابتن للرونالدو فييري قالوا رونالدو كنت في الإكيب U6 ولعبنا كونتر نيجيريا U20 طريب ويست يلعب مع ال U20 كمشيت لإنتر قالوا لي أنا فرد عمر يقولوا مروا يكبروني بخمسة سنين سيد هذا مبرشة كيادية موجودة 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 واحد سفر لي محمد سليتي واحد سفر لي محمد سليتي كابتن ضيعت هذي سهلا ماذا ضيعت هذي سهلا موجودة 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 كابتن ناشي تاريب ويست تاريب ويست تاريب ونور تاريب وصيد السؤال الثاني واحد سفر لي محمد سليتي لعبت لي أكثر من 14 عام في فرنسا في فرق فرنسية أول محطة إحترافية لي كانت مع باستيا وصلت معها لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1978 أبقا في باستيا لعبت لعبت فيليل تولوز ميتس ستراسبور تور لوافر سان تيتين وماتخا غسينك ماتخا غسينك هذا مغربي مغربي هذا صحيح أول مباراة الدولية كان ضد تونس عام 77 كريمو كريمو عبد الكريم من ريس كريمو معلم كابتن هذي اتوقعتك بش تلاح كريم كابتن انقطعت شوية لتمثيل منتخاب بلادي لكن رجعت بقوة عام 86 في المونديال في المكسيك سجلت الهدف الثالث ضد البورتوغال وتصدرنا مجموعة كانت فيها انجلترا بولندا وكنا اول منتخب عربي وافريقي نتأهل للدور الثاني في المونديال ضد انجلترا كنت نلعب بقلادة فيها ايات قرآنية كابتن وضعت مني في المباراة قعدنا اللوجو على القلادة ديكا ولقناها في منطقة 18 متر هو زملائه يلوجوا على القلادة ديكا رحلتنا في المونديال توقفت في الثمنة النهائي خسرنا واحدة فرذة المانيا الغربية انا شكون انا كريمو عبد كريم ميري انا مهاجم منتخب المغرب واحد 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 التشويق يعود الكابتن وريمون تادر تشويق بين سانداوس والويدات والويدات الكابتن ماتيريال مادريد كابتن يلا السؤال الثالث انا ويلد لواسما مهاجم ومعظم مسيرتي كانت في بلجيكا فست بجائزة افضل اجنبي في بطولة بلجيكا دولي مع منتخب الجزائر من 75 حتى 86 شاركت في كان 82 مونديال 82 ومونديال 86 سجلت هدف ضد ايرلندا الشمالية في مونديال 86 اخر مباراة عندي مع منتخب الجزائر كانت في مونديال 86 وانهزمنا 30 ضد المنتخب الاسباني انا شكون انا شكون انا شكون انا شكون ما عرفش محام سليتي عندك الاجابة سليتي لا مخرجتش عليهم كابتن عنده الاجابة وحاسه ها عندك الاجابة كابتن لعب في بلجيكا جزائري لعب في بلجيكا يلا كابتن خمسة أربعة ثلاثة ثلاثة اثنين ما قلت؟ اعطيني لسم اعطيني لسم ثلاثة جمال زيدان جمال زيدان اجابة صحيح جمال زيدان كابتن ها وطلع جمال زيدان ها هذه صورة جمال زيدان اثنين واحد لسليتي يا كابتن سهلا يلا السؤال يلا السؤال يلا السؤال الرابع من سوق حظي موجود روبيرتو كارلوس في مركزي تسعة سنين في ميلان فستبان بكل الألقاب مع البرازيل هذه كوبة امريكا عام تسعة وتسعين الفين واثنين في المنديال ما كنتش موجود لإصابة حرمتني من التتويج مع منتخب بلادي لبرازيل مع ميلان هذه سكودتو شامبينز ليغة كأس العالم لاندي 2007 شوبر كوب شرب المدفع هذا مازلت عاد خانقل شوبر كوب دوروبا 2003 كوبا ايتاليا 2003 شوبر كوب ديتاليا 2004 في الهول الفين لفريق ميلان فضاء المشاهير من أفضل لايبي ميلان في التاريخ أنا ظهير أيسر وجناح أنا شكون على الجهة اليسرى روبيرتو كارلوس فرد مركز هو ايه أنا شكون برازيلي سهل خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد لم يكنك شيئي كابتن برازيلي في ميلان ثلاثة ثلاثة هؤلاء عن مدفع كابتن سيرجيو كلاوديو سيرجينو 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 سهل 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 اه من أربعة أسألة بقاو ثلاثة أسألة يلا أذي سهل على الأخ السؤال الخامس شوية روح شوية منافس سهلة سيرجينو سيرجينو نعرفه أنا نعرف ما تعرفوش سيرجينو يلا لعبت في خمسة فرق إنجليزية وفريق نرويجي هنكمل عار لعبت في الهلال السعودي لعبت في بولتون ويس برومويتش برايتون ريدينغ وويغان أول عربي يفوز بالـ FA Cup عندي 136 مباراة مع منتخب بلادي أفضل لعب في فريق ريدينغ ما واسم 2015-2016 2016-2017 أنا أول حارس عربي في الـ Premier League حبس حبس الكابتن تقولي بتاع أمان كابتن عريب حبس علي الحبس البلاد عمان عمانين شي تسموه معناه من عمان كابتن وشخصية فريدة من نوعها وياسر محليخ انتم معنا في قناة الكيس موجه له التحية كي نسمع حينها شخصية كابتن لحقيقة ممتازة جداً خريق عالي السؤال السيدس يا كابتن يتعدل يتخسر المتحدة عارضه عندي ما نخسر شاية كابتن مشنوه؟ هالفرو كابتن رنبي إسمع ما نروح للبلاد هادي شوف فيها كبه هادي عايتول الاليكوبتير انا قلت عمام قال الحارس دوق نقسموه ايش نو نعلم نسمي للبلاد نسمي للعبات بكت قوي عبداللعبة كبه انا ملاقب الاليكوبتير بسبب الديتونت متاعي خانكمل عاد انا مهاجم خانكمل انا مهاجم خانكمل انا مهاجم انا الواحد مع ثمانية شو حكيت الواحد مع ثمانية العاب في اسبانيا مع سيفي خانكمل يا محمد حنا تعرف خير مني همامد العبت في اسبانيا مع السيفي والريال العبت كزوز موسم في انتر برقم تسعة اجاي رونالدو أخذر رقم عشر لكن فيماوس سن ثمانية وتسعة وتسعين بدلت رقمي تمنتاش واحد مع ثمانية بعد قدوم الانتر روبرتو باجو أخذر رقم عشرة دوق رونالدو يجب مياخذ رقم تسعة انا َ اخذيتغرق منتاش واحد مع ثمانية خان Jáké وهلت تندنس الحكا Hai حنا عارش pakai بارشة ملعبية ولا يحطوا البلوس بين الزوس ارقام. محامد سليتي متفوق اربعة واحد. يال اسوأ الاخير يال. يال اسوأ الاخير يال. يال اسوأ الاخير مدعبت في الاهلي الزمالك والاسماعيلي. مدعبت في بلجيكيا وتركيا. رقم قياسي في عدد المشاركات في الكان. ثمانية مرات شاركت في الكان رفقة ريجو بيرسونج. على فكرة يوسم سيكني عنده سبعة مشاركات وينجم يحطم الرقم اذى يتساوي فيه وحتى يحطم. عندي اي رقم قياسي في عدد مرات الفوز بلا قبل كان. اربع مرات. رفقة عيسام الحاذري. ثمانية وتسعين الفين وستة الفين وثمانية والفين وعشر. مباراة دولية مع منتخب مصر. رقم قياسي. رابع اكثر لاعب دولي مثل منتخب بلاده. افضل لاعب في كان الفين وستة وكان الفين وعشر. هزيت شامبينزيك مع لاهل الفين وثمانية. اشهر الانديا الاوروبية اللي لعبت فيها. شيء علي. بشيكتاش واندر رقم. فست بلقاب الدوري البلجيكي الفين وستة الفين وسبعة. انا متوسط ميدال من افضل ملاعبية في تاريخ مصر. انا شكون. انتي عرفتو. انا شكون يا كابتن. انا من انا من انا من. انا من. انا من. خمسة اربعة. تلاتة. اتني. واحد. لا عفل اسماعيل. احمد حسن. احمد حسن يا جبتهاك. خمسة. هزيما سيحطي. جويا يا كابتن. ولا فم حج. والله يا كابتن ما فم شيء. والله. شكرا لك كابتن. شكرا لك. محمس ليتي مرشيطة كيبا. احنا نتقابله غدوة. مش غدوة عادية. نهر ثنين انشاء الله في مساعدين ماضي الثنين. باي باي. اشتركوا في القناة